لكنهم يختارون وينتقون بعض الأحاديث ويقولون كيف يشوه الإسلام المرأة وكيف تريدون أن تقنعون بمنهج الإسلام تجاه المرأة فيختارون لنا بعض الأحاديث النبوية ويتركون كل الأحاديث الجملية عن المرأة من ذلك في الصحيحين يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر يعني لولا المرأة لولا حواء هذه لم تخن أنثى زوجها الدهر يقولوا شايفين أهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول المرأة هي التي تؤهل للخيانة وهي التي تبدأ هذا الأمر نقول لهم أصبروا قليلا حاولوا تأخذوا سياسة ابن عبدالبر المالكي جمع وفرق اجمعوا الأقوال كلها الروايات كلها مفاهيم اللغة من كل اتجاه وبعدين ناقشوا أول شيء ماذا تعني كلمة الخيانة؟ الخيانة لها معنيان المعنى الأول معناها المخالفة خنتني يعني خالفتني والمعنى الثاني في اللغة العربية الخيانة بمعنى إيش؟ بمعنى ضد الأمانة القرآن الكريم تكلم عن امرأة نوح وامرأة لوت امرأتين كانتها كانت في رتين تحت عبدين من عبادنا صانحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيء إيش يعني خانتاهما؟ يعني خالفتهما في الدين مش معناه والعياذ بالله يعني فعلوا الحرام لا خانتهم في الدين فخانتاهما زوجات نبي فلم يغني عنهما من الله شيء وهذا أجمع عليه كل المفسرين الإمام الطبري والإمام المكثير والقاضي عياط في تفسيره وحتى يعني المحدثين الإمام النووي والإمام العيني والإمام الحافظ العراقي والشيخ علي ملقاري يا جماعة كل المفسرين الخيانة هنا بمعنى المخالفة في الدين إذن لم تخن أنثى زوجها الدارة كله المقصود هنا الحديث عن ماذا؟ الحديث عن مخالفة يعني لو حواء ما خالفت زوجها وشجعته على أكل الشجرة كانوا فين بقوا؟ بقوا في الجنة طب وصح أيضا أن نقول لو لا آدم لما عصف ذريته كلام صحيح يعني أنت يا آدم لو أنك ما أكلت من الشجرة كنا نحن بقين على أكلنا في الجنة وإنت يا حواء لو ما ساعدتي وشجعتي كان يش؟ كان بقينا نحن في الجنة فإذن ما هو المقصود؟ المقصود هو وصف المخالفة أن المرأة هي اللي قاعد تشجع الزوج وهي التي تدفع به لو أنت ما ساندتي ما كان هو تحرك هذا الأمر والزوجة ستجيب لزوجته والكلمة الصدى غالبا في المرأة بعاطفتها تشجع البيت تحرك البيت وصدى هو الأقوى وقال شوق أمير الشعراء رحمة الله عليه عن هذا المعنى يقول إن شئتي كان العيرة أكرمك الله على الأولاد والأسرة يصبح مثل البغل إن شئتي كان العيرة وإن شئتي كان الأسدة وإن تريدي غيا غوى تفتحي له الباب وإن شئتي رشدا رشد والبيت أنت الصوت فيه وهو للصوت صدى كالبغبغة في قفص كلمته فقلد أو كالقضيب اللدني قد طاوع في الشكل يده أنت يا مرأة أنت لممكن تحركي ولذلك المرأة صاحبة الرسالة إيش قاعد تسوي تدفع زوجها دائما للأمام في المسند النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فإن هي أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة شوف قاعد يدعو لها بالرحمة ورحم الله النبي صلى الله عليه وسلم ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم إيقظت زوجها فإن هو أبا نضحت في وجه الماء قبض صحيل الصلاة فلاحظوا الحديث هنا عن إيش الحديث هنا عن الرحمة إذا مش المسألة مسألة الخيانة أنها مؤصلة فيها لا المقصود هنا المخالفة لو إنها ما خالفت حين دمنا استطعنا أن نعيش حياة طيبة وأفضل وكذلك الأمر بالنسبة لمن بالنسبة لرجل فلا يفهم هذا الحديث على أنها أصل وشعبة بالعكس هناك نساء صالحات وتقيات وهن سيقننا إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى والجنة تحت أقدام الأمهات ولزم رجلها فثم الجنة